قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تلقت دعما من الأشقاء في دول الخليج ساهم في دعم الاقتصاد والتنمية والتغلب على التحديات وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار إلى عدم قدرة الدولة على تخطي الأزمات في تلك الفترة دون دعم الدول الشقيقة كالكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عايز أتكلم على حاجة تانية اتعاملت في الفترة دي كلنا لازم ننتبه لها وننتبه لها لأنها لو ما كانتش اتعاملت إحنا مكناش هنكمل وأنا بقولها لكم عشان إحنا كمصريين ننتبه لكل التفاصيل اللي بتتقال ومن ننساش أبدا اتعمل دعم المصر من الأشقاء في الخليج للمشتقات البترولية وأموال سيلة لو ما كانتش الأموال دي والدعم ده موجود الدولة دي ما كانتش هتكمل ما كانتش هتكمل وأنا لما بقول كده بعترف بفضل الناس ننتبه بفضل الناس